وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 418 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 122 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال استيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط أكثر من 26 طن كما تم ضبط قرابة 96 طن بمجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 719 قضية من بينها 61 قضية خبز ناقص الوزن و87 قضية خبز غير مطابق للمواصفات